اكد سعادة السيد ياسر بن ابراهيم احمدان وزير شؤون الكهرباء والماء ان مملكة البحرين خطت خطوات جادة لتحقيق مستقبل اكثر استدامة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولفت سعادة الوزير ان الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف الى تعزيز الامن البيئي وتذليل التحديات المتعلقة بتحقيق الاهداف الوطنية للطاقة والالتزامات الدولية جاء ذلك على هامش اعمال الاجتماع الرابع عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ايرينا والذي اعقد في مدينة ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حيث اعرب سعادته عن اعتزازه بما حققته مملكة البحرين من مشاريع وانجازات في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مشيرا الى جهود المملكة المستمرة بهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2035 والوصول للحياد الكربوني عام 2060 والتوسع في زراعة هشجار القرم وزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن البيئي كما وشدد سعادته على اهمية تضفر الجهود الدولية لتحقيق التحولات في مجال الطاقة وتحسين كفاءتها هذا وشارك سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء في جلسة الرفيعة المستوى حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عقدت على هامش اعمال الاجتماع